السلام عليكم وأزول في اللون كما سبق وان قلت في فيديو سابق واللي مزاره في القناة قلت باللي يعني الالواح الإلكترونية الإشهارية سوف تنزع بعد الشان إلا في بعض الحالات وأكدت هذا أكدت في الفيديو قلت في حالة تكون فيه الشركة ذات وزن واللي قادرة تمول الإشهار في أي ملعب فممكن الالواح هذه سوف تبقى وذكرت من بين الشركات الكبيرة اللي عندنا في الجزائر واللي مهتمة بالإشهار وقادرة يعني تمول الإشهار هذا منهم شركة سونتراك وكو سيدار وكذلك شركة موبيليس في حوالي 20 أو 30 شركة في الجزائر ذات وزن ثاقيل ممكن يعني تمول أي فارق وتخلي هذه اللوحات الإشهارية يعني تدير الإشهار متاحة وهذا ما حدث في ملعب تيزيوزو اللي رأنا نحنا بصدد الكلام عليه إذن ملعب تيزيوزو عنده اتفاقية رعاية من طرف شركة موبيليس إذن هذه الشركة اللي ذكرت هنا في الفيديو وقلت باللي شركة كيماموبيليس قادرة تمول الإشهار وتبقي على الألواح الإلكترونية الإشهارية واحنا هذا ما يزيد يفرحنا ويزيد يعني احنا نشجع هذا الإشهار ونشجع يعني العقد الرعاية متاع الفرق من طرف شركات تكون قادرة تراعي أي فارق وتدير الدعاية المهم لازم تكون الدعاية الإشهارية هذه تكون عندها تجيب فائدة ليس للفريق تجيب فائدة للشركة اللي تدير الإشهار ممكن تجلب زبائن ممكن تبيع تبيع منتوجات ممكن تجيب عني ديمارشي الإكسبورتاسيون من دول أخرى إذن هذه الخطة الإشهارية مهمة جدا في أي اقتصاد خاصة الاقتصاد العالمي الآن لابد يكون فيه الإشهار وهذا هو احنا ماذا بينا تكون فيه والإشهار لازم يكون لسيبورت هالإشهار يكون هذا النوع يعني بطريقة الإلكترونية بطريقة متطورة واحنا ما علينا إلا أن نشجع هذا النوع من الخطوات من طرف الشركات تقولنا اللي عندها صيت وطني وتحبت روحي إلى يعني مستوى دولي وهذا أمر ما أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم